بسم الله الرحمن الرحيم بنستكمل اليوم التطبيق اللي كنا بنانا المرة الفاتلة هو example number 2 وبنبتدي نقول احنا عندنا center frequency OP مجرد ان انا عرفت طول الجزء الغاطس وده جزء استواني يبقى بيساوي نص الهيط يبقى المسافة OP بتساوي H على 2 بتساوي 2 متر اقدر من هنا احسب ال PG انا حددت ال OG اذا ما حددناها المحاضرة الفاتة يتبقى ال OG minus OB تساوي 1.56 minus 2 هتساوي minus 0.44M بحدد المسافة بي ام بي ام زا ما احنا اخدنا القانون يعباره عن المومنتوف انيرتشا على الفوليوم ديس بلسمانت اللي هي الاي على الفي لما ننشوف الاي باي دي قصة 4 على 64 على باي دي سكوير على 4 في الارتفاع بتاعنا اتش الجزء الغاطس يطلع دي سكوير على 16 اتش بنحط الدي سكوير على 16 اتش بتاعتنا بنعوض يطلع عندي 5.8 في 10 minus 3 متر يبقى انا حددت البي ام ابتدي اعمل حساباتي لجي ام واحنا قلنا المحاضرة الماضية انه جي ام بيساوي بي ام minus بي جي ودي حتى بتبقى اطعدك من الشكل يعني لو انت عندك الشكل عندي هنا ادت ثلاث مراكز فوق بعضيهم ادى عندي هنا الام وادى عندي هنا الجي وادى عندي هنا البي يبقى المسافة دي هي عبارة عن المسافة الكلية دي يتنقص المسافة الصغيرة يبقى الجي ام عندنا منعوض وطبعا ماينس منس بوصف طلع عندي المسافة بوزيتف وهدى ليهمني ابص على اذا كانت بوزيتف ولا مش بوزيتف يبقى اذا كانت الجي ام قلنا بوزيتف يعني معناه اكبر مسير يبقى الجسم عندي استيبول يبقى احنا شفنا في حل التطبيق التاني شفنا لما بيكون عندي الجسم مكون من اكتر من قطلة انا بعمل ايه بحدد مركز ثقل المجموعة كلها ما بشتغلش على مركز ثقل كل قطلة لأ بجيب مركز ثقل المجموعة كلها جي بحدد مركز الطاف وبي وقلنا بنحدده ازاي عن طريق ان وزن الجسم يساوى وزن السائل المساح حدده طول الجزء الغاطس بقدر اطلع مركز الطاف بعد كده بحدد مركز البيني باستخدام القانون بتاعنا اللي هو البي ام بتساوى الاي على البي بحدد نقطة ام وبعدين بحدد المسافة بي جي وبحدد المسافة جي ام زي ما احنا شوفنا بالزبط لقينا انه جي ام اقمر من سفر يبقى الجسم عندنا انستابل يبقى احنا شوفنا التطبيقين في هذا الجزء ممكن الكلام طبقته على استوانا او طبقته على استوانا وقانون من جزءين اقدر اطبقه على متوازي مستطيرات اقدر اطبقه على مخروض اقدر اطبقه على كرة اقدر اطبقه على مكعب المهم عندي هو تحديد التلات مراكز زي ما قلنا طبعا بكده يكون انتهينا من هذا الموضوع ونلقاكم ان شاء الله في موضوع اخر من مواضيع ميكانيكا المواع وشكرا